بمعايير لا تشبه اي مسابقة جمال قبلها في بعدها عن الجمال الجسدي ومسابقات البكيني توجت الايرانية اباما شوناور بلقب ملكة جمال المانيا لعام الفين واربعة وعشرين فوز شوناور كان خطوة مهمة في الاتجاه الاكثر شمولا للمسابقة منذ عام الفين وتسعة عشر والذي شهد تحول مقاييسها نحو تعريف اكثر عمقا للجمال يركز على شخصيات المتسابقات وافعالهن من يشهد المسابقة يعرف كم كانت المتأهلة للتصفية النهائية لهذا العام مختلفات عن مثيلاتهن في النسخ السابقة فواحدة تعيش بقلب متبرع واخرى تعني من مرض مناعي نادر اضافة الى رفع الحد الادنى لسن المشاركة الى الثانية والاربعين شوناور الام لطفلين ومهندسة ومهاجرة كافحت لدى وصولها الى المانيا اول مرة بعمر الست سنوات للتأقلم خاصة في المدرسة واثناء التتويج قالت انها تريد الدفاع عن النساء والشابات مثلها التي واجهن صعوبات كونهن مهاجرات في المانيا لدى شوناور منظمة تسمى وهي تساعد النساء المضطهدات وتشجعهن على مشاركة قصصيهن وتجاربهن لالهام ودعم بعضهن البعض حتى يتمكن من تحقيق امكاناتهن الكاملة الا ان الملكة ما لبثت ان اصبحت هدفا لموجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من عشاق مسابقات الجمال التقليدية بانها لا تمتلك معايير الجمال وليست المانية بدرجة كافية كما لم تسلم من المقارنات بينها وبين ملكة جمال اخريات كملكة جمال المانيا عام الفين وثلاثة وعشرين وتشبيهها بالساحرة في افلام كارتون قصة بياض الثلج الجميل ان الانتقادات السلبية لم تثني القائمين على المسابقة من استبدال تاج الفائزة بجائزة القائدة النسائية التي تأتي معاشيك بقيمة خمسة وعشرين الف يورو يقول موقع ملكة جمال المانيا نحن نبحث عن النساء التي يتحملنا المسؤولية ويكون بمثابة قدوة وبالتالي تشكيل مجتمع عالمي وحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة